ونتابع هذا الموضوع مع ضيفتنا في الستوديو الخبيرة في الشؤون الاقتصادية دكتورة سعيد دكتورة سلام أهلا بك معنا سنبدأ من حيث انتهى التقرير هل ممكن أن يستمر انخفاض أسعار النفط وما هي العوامل التي تحدد هذا الموضوع في الحقيقة من الصعب التكهن إذا الأسعار النفط سوف تنخفض أكثر وهذا متعلق كثيرا بقرار الدول المنتجة بخفض انتاجه أو بزيادته هناك اجتماع للأوبك في نهاية هذا الشهر وسوف يخفضون القرار إذا سوف يخفضون انتاجهم أو لا ومنهم السعودية وبعض الدول مثل غير دول خليج بنزويلا وما إلى ذلك طبعا بعض الدول لا تريد تخفض انتاجها لأنها في حاجة للموارد النفطية ولا يمكن لها أن تخفض انتاجها مثل بنزويلا مثلا ولكن هناك أيضا دول منتجة للنفط وهي تؤثر في السوق العالمي للنفط خارج الأوبك وهي أيضا قرارها لا يتعلق بقرار منظمة الأوبك مثل روسيا مثل الكندا وأمريكا وما إلى ذلك فموضوع أسعار النفط يتعلق بطلب والعرض من النفط نعم أريد أن أسأل تحديدا عن المملكة العربية السعودية ذكرتي أننا في انتظار ما سيصدر عن اجتماع الأوبك ولكن انخفاض هذا الأسعار ليس وليد اللحظة ليس بين ليلة وضحاها هو من أشهر طويلة لماذا حتى الآن انتنعت السعودية العربية عن خفض انتاجها وهو ما يجري عادة عندما تنخفض الأسعار تلجأ هذه الدول إلى تقليص انتاجها حتى تساهم في عودة الأسعار الارتفاعية من جديد ما الذي يؤخر السعودية حتى الآن؟ في الحقيقة السعودية هي عضو الأوبك ونظمة الأوبك لديهم مستوى من انتاج معين متفق عليه وإذا يريدون تخفيض أو رفع مستوى الانتاج فهو يجب أن يكون ضمن الاتفاقية المنظمة يعني يجب أن كل الدول تجمع على رفع حصتها من الانتاج أو خفض حصتها من الانتاج هذا من جهة ولكن كما قلت بعض الدول لا تستطيع أن تخفيض انتاجها لأنها تحت ضغط مالي ولكن بعض الدول مثل السعودية ممكن زيادة لا تخفيض انتاجها لأنها لن تتأثر كثيرا من انخفاض أسعار النفط مثل الدول المعتمدة الكبيرة والمعتمدة بشكل أساسي كيف يمكن أن يؤثر الآن هذا الوضع على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد المنطقة العربية التي فيها انتاج كبير للنفط بشكل خاص يعني بالنسبة له هناك تقارير من الخبراء الاقتصاديين يقول أن بشكل عام الاقتصاد العالمي سوف ينمو ولكن هذا النمو سوف يكون في الدول المستهلكة للنفط وليس في الدول المنتجة للنفط هناك لنقل من النمو الاقتصاد وعادلات نمو الاقتصاد المرتفعة من الدول المنتجة للنفط فهذا بشكل عام ولكن ضمن العالم هناك دول مستفيدة وهناك دول خاسرة مثلنا مثل روسيا سوف تكون تحت ضغط كبير إذا استمرت أسعار النفط بالانخفاض مثل فنزويلا كما ذكرت بالنسبة للدول العربية الدول العربية للأسف حتى الآن لم تتمكن من تنويع قاعدتها الانتاجية بحيث تخفض اعتمادها الكبير على النفط السعودية هي مثال ولكن هناك مثال إيجابي أكثر هو الإمارات التي منذ زمن لا تعتمد فقط على قطاع النفط وأنها عملات قطاع السياحة والقطاع المالي وقطاعات الخدمات فقط عن بدائل إذن تمام هناك استراتيجيات بدائل لتنويع القاعدة الانتاجية للعمل على موضوع قطاع الخدمات للخروج من أزمة النقل التبعية لأسعار النفط نعم جزيل أشكر لك على هذه المعلومات معنا في رسودة هنا الدكتورة سلام سعيد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك